بسم الله توكلنا على الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم في القانون الأولى مع الشركة المتحدة أنا بدأت رحلة من 20-21 وأنا كنت قصد أن كل رمضان أنا أتعامل مع رمضان على أنه برنامج مستقل يعني أنا عندي ولا تعسره عندي برنامج مع عارفينه الناس بيبقى عندي يوم السبت حلقة بتتعلق بالمقبلين على الزواج واللي بيجددوا الزواج وحلقة تانية بتبقى عن المشاكل الزواجية وحلقة تالتة يلا نبني نبني أولادنا وعندي حلقة بتتعلق بالجليس وحلقة بتتعلق بالقراءة الحضرية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالبرنامج طول السنة بيبقى كده أجي بقى في رمضان نغير كده بقى نعمل برنامج مستقل لرمضان زي أي برامج مستقلة في أي قناة في 2021 ابتدينا إيه مشكلتنا سألت إيه مشكلة التدين مش بس في مصر التدين في العالم الإسلامي كله مشكلة التدين في العالم الإسلامي غلبت الشكلية عليه وإنه تفرغ من مضمونه فأصبح عندنا زي ما بيقولوا كده سلوك كتير أخلاق قليل بقى عندنا فعل كتير معاني قليلة وكأن إحنا فقدنا المعنى فكان لابد إن إحنا نعود مرة ثانية صح إحنا دلوقتي لما تيجي تيجي تلاقي الشكوى الأساسية عند الناس يا إيه هي والله إحنا عندنا مشكلة في الأخلاق وياما قابلنا الناس عندهم تدين كمي عندهم ممارسات كتيرة لكن جوه في هشاشة دينية وفيه سيول للمعنى هشاشة دينية ده تعبير بالنسبة لي جديد جدا هل الهشاشة الدينية دي حاجة غير فكرة الاهتزاز العاقدي يعني العقل لا 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 ده غير أخوة الإيمان الكامل والثابت ده تمام طيب أبدأ أمارس عباداتي لما بمارس عباداتي عن يقين وقناعة وبإيمان أصبحت متدينا خير وبرك صح طيب لكن لما بمارس العبادة شكليا أيوة أنا كده بقى مش متدين ولا حاجة بالضبط أنا عندي مشكلتي أن الناس عندها التدين أصبح في أوقات كتيرة إثبات حالة وليس خضوع لله سبحانه وتعالى وعبودية ليس تحقيقا لقوله صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا وعشان كده بقت الناس تشتكي كثيرا سواء في العلاقات سواء في الإنتاج سواء في التنمية سواء في كل عناصر الحقيقة عندنا فيها مشكلة ضخمة جدا 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 ليه طيب لأن في الحقيقة الأخلاق هي مركز هذا الدين رسول اللي أصنعهم يقول إنه مبعيس للأتم مكارم الأخلاق واللي حصل إنه إحنا جردنا الأخلاق من المعدن الأساسي بتاعنا إحنا عندنا خلق بيتكون من ثلاث عناصر عنصر أولاني القيمة العنصر الثاني النية أو الإرادة العنصر الثالث السلوك فبقى عندنا سلوك لا يعبر عن قيمة ولا يعبر عن إيه فأصبح عندنا إيه بقى عندنا أوقات كثيرة جدا جدا سلوك وقلوب قاسي عندنا سلوك وقلوب تائهة حتى الناس بقت عندهم شكوى أساسية أنا بدأي وحاسس إن قلب ما يتحركش لإني كان عندنا الناس كثيرة جدا جدا وهي بتمارس الدين تكون حريصة على إن هي تخشى عن طريق البكة مش تخشى عن طريق النعمة شايف الفرق؟ أحسسه بالنعمة وإمتنانه الرد العين إن هو يدوب لإنه غرقان في أنوار الله وفي نعمة ربنا فلما نيجي نقول له خلينا نرضى يقول له على فكرة أنه راضي وبيجز على قلبه يعني عارف أنت واحد من جوه بيجز بس هو مش راضي ليه هو مش راضي؟ لأنه في الحقيقة ممارس ممارسة الافتقار إلى الله ده كان بيتعامل مع الله بالرصيد مش معاملة العبيد لو بيقول له ربنا عندي رصيد من الأعمال كيت وكيت 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 لكن هو مخضعش وفتقر لله كالعبيد أو طول ما بتديني أنا مبسوط ولما يعني تمنع عني شوية لحكمتك أبدأ يبقى في عندي نقمة خلينا أقول أن الناس اللي قاعدوا يتكلموا مع الناس على مسألة العقيدة فحولوا العقيدة إلى إيدولوجيا تحولت العقيدة إلى عقد كنتراته بينه وبين ربنا وإحنا شفنا في عشرين عشرين اتناشر إزاي كنتراته؟ بطل لإني قاعدوا يقول لنا أنت نصر الله ينصركم فإحنا نصرناه فأكيد عن ننتصر وما عرفش وبعد كده الأمور ده كلها بطلت بطلت ليه؟ لإني ما ينفعش يكون اللي بيني وبين ربنا تعاقد اللي بيني وبين ربنا تسليم اللي بيني وبين ربنا عبودية هذا المعنى مش هيحصل بقى غير لما الناس تفهم المعنى تفهم الحقيقة لما تيجي تتعامل مع ربنا تتعامل مع معاملة العبيد وعشان كده هتبقى الأخلاق مطلقة ومجردة يعني مش هتخلق مع الواحد لما أدخل في عملية حسابية أنا سأحسن إليك عندما تحسن إليك ولذلك رسول الله سلام يقول ببساطة خالص ليس الواصل بالمكافئ يعني مش المتخلق اللي داخل في عملية عقودية أو عمل كنتراته لكن المتخلق الحقيقي اللي بيعيش في الأخلاق وكأنه بيسبح في نور فلما يجي حد يؤذيه وهو دا تلعني في الصيام فينسبه أحد أو قاتله فاللي يقول إني صائم فهو في حالة مطلقة لا تتأثر بردود أفعال الناس إحنا عندنا ناس كتير اتعاملت مع ربنا بالرصيد فما زاقوش حلاوة العبيد إحنا كانت دي مشكلتنا الأساسية قررنا إن إحنا هذا الحقل الواسع جدا الصعب اللي هي قضية إزاي نشتغل على الأخلاق قررنا إن إحنا ننزل فيها لإن في الحقيقة لو فضلنا بنتكلم عن الدين وعن التدين عن طريق الممارسات الممارسات هي الظل الباطن هو الأصل صح فالسلوك ظل للباطن فأنا لو ما أصلحتش الباطن مش هينصالح السلوك ولذلك ابتدينا في عشرين واحد وعشرين مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لإن حضرة النبي اللي في إيده مفتاح قلوا إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وحببكم الله فبدأنا مع حضرة النبي فانتقينا عشرين خلق من أخلاق حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأنا نقول للناس إن الأخلاق دي رسول الله كان لا يحتاج لهذا الأخلاق لكن هو تخلق ليكون هو القائد لنا على الكي نعيش في حياته وكان رسول الله يدائق قوي وكان يتمعر وجهه ويغضب جدا 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 زي ما أخرج الإمام بخاري في صحيحه في كتاب الإيمان إن يجي حد يقول له مثلا وين نحن منك يا رسول الله فيدائي جدا وكأنه رسول الله بيفهمنا إن ما فيش حد كبير على العبودية لله فيقول له رسول الله إيه لما يحد يقول كده يقول ألا إنني أخشاكم إلى الله يعني أنا أولى واحد بالعبودية منكم في ناس كتير لما تيجي تقول لهم انتق الله يقول لك يعني بص نفسك لا 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 يا خشي فحضرة النبي كرس فينا ده فعشان كده مشينا ورا حضرة النبي فحضرة النبي أنا دايما أقول إن كاسح معوقات الطريق إلى الله هو حضرة النبي يمهد الطريق وعشان كده دايما ليه حضرة النبي قائد كان نيجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقولك أنا إذا احتمل وطيس احتمينا برسول الله عليه الصلاة والسلام داميني اللي بيقول كده حيضر سيدنا إمام علي بيستخبه على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم فحضرة النبي هو اللي بيمهدننا الطريق فبتديے دينا في واحد وشارين إن احنا خدنا عشين خلق عشان نقدر نعيش بها وشعرنا إن حضرة النبي ألا إنني أخشاكم إلى الله فنستطيع إن احنا نفعل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل لأنه علمنا لكي نسيرة في الطريق في 22 قلنا طيب واحد ممكن يقول لي السياق بتاعي والكونتكس ما بيساعدنيش على إننا نعيش العيشة دي وإحنا هواخدين السيرة وخدنا عشرين موقف من السيرة بنقول لهم على فكرة ما فيش فرق خالص نستطيع إن احنا نعيش بأخلاق حضرة النبي بوسرته بتأكد لنا إن السيرة سيرة حضرة النبي ما جاءت إلا لتسهل علينا السير إلى الله فبقت السيرة تسهيل السير إلى الله فكان ده في 22 23 بقى السنة الفاتت قلنا بقى إيه طبعا عشرين يبقى عندنا الرئتين احنا كده أخدنا رئة سنة رسول الله عايزين بقى رئة القرآن فعملنا السنة الفاتت القرآن يابنينا واكتشافنا اكتشاف غريب قوي إن احنا أخدنا آية من كل جزء فاكتشفنا إن الآية من كل جزء بتبنينا في الست مجالات المهمة في حياتنا خدنا خمس زي عشان نقدر نمسك ده بأيدينا فاخدنا الثلاثين جزء بتلاثين معنا يبنينا فيه القرآن فبنينا في القرآن الكريم إيه بنينا في علاقتنا بالله بنينا في علاقتنا بين أنفسنا بنينا في علاقتنا بالعمل بالأسرة بالسعادة بالمستقبل ست أشياء في كل مرة خمسة استنت بقى نعمل إيه؟ ونحتفظ بها بعد الفاصل استنونا مع الدكتور عمر الورداني بعد إذنكم بعد الفاصل عندنا بقى مشتركات كتير إحنا عندنا مشترك قديم أنا والدكتور عمر يعني ممكن نبقى نحكي لكم عليه زمان كده كان فيه زي لجنة ما وكان ليا شرف إن أنا كنت فيها وكان الدكتور عمر فيها ودي كانت لكن اكتشف لك إن عندنا مشتركات ثانية خالص متعلقة بمساراتنا الدراسية والانتخابية وإحنا في المدارس وحاجات زي كده ودي هتروى في يوم من الأيام في حينها يعني هيا راح بيك مرة ثانية يا دكتور وأن كانت بيت بيتك يعني زي ليا الله يبارك حضرك وقلت لي بقى 24 24 فقلنا طيب خلاص إحنا دلوقتي عندنا رئاتين فحصلت لنا سلامة فإحنا عندنا مشكلة دلوقتي عندنا الهشاشة النفسية فإحنا عندنا مشكلة في الهشاشة النفسية ضخمة جدا الناس ما عندهمش صمود نفسي ما بقواش مستحملين فنعمل إيه بقى فاتكلمنا عن حاجة أنا مش طبعا الناس هتشوفوا البرنامج فإحنا هنتكلم عن السلام السلام بمعنى السلام النفسي هنتكلم بقى السلام بقى معنى لو قلت اللي ستفرج على ملابك فعلا عندنا السلام يعني عندنا السلام بالمفهوم الواسع وإزاي السلام ده مرتبط ارتباط كبير جدا 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 برمضان وإزاي رمضان ده حاجة مليئة بمعاني السلام وإزاي هنقدر نخرج معاني سلام كتيرة جدا 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 طب في رأيك ليه الناس بقى فيها عندها الهشاشة دي هبص حاجة فيه دايرتين دايرة الأولى هي دايرة الإنسانية إحنا البشر بقى عندهم سبع سمات زادت قوي السبع سمات اللي زادت قوي دي كفيلة إن هي أنا أقول لحاجة السبع سمات دي هي اللي بتأهلنا لعصر الروبوت إن الإنسان يخلص إن نلم الدكانة بقى ونروح ندور على شوية الملياري الزهبي بقى يعني إن نخلص بقى شوية البشر دي كلهم ويبقى نصفيهم على إيه على السبع عشان كتروا قوي فهو اللي حاصل إحنا زاد فينا سبع صفات الصفة الأولينية زاد فينا الفردانية والفردانية حقا قريبة جدا جدا اكتشفت دي أول مرة أقوله وانا نتكلم عن الفردانية الفردانية اكتشفت إن عمق الإنسان ليس بما فيه داخله فقط بل عمق الإنسان يكتسبه مما حوله يعني لو الإنسان متواصل بما حوله وذلك دايما يقوله المؤمنوا كثيرهم بإخواني وذلك الجنة إخوانا على سر المتقابلين فانت لو لوحدك وعيش لوحدك وعيش فرداني تلاقي نفسك بتقل مش بتزيد صح فالفردانية خلت الإنسان العمق اللي فيه كثافة الباطن عنده تقل فدي هشاشة زود بقى حضيتك على ده كمان البشر كله بقوا ميزاجيين زادت الميزاجية بشكل مهول وذلك طب أنا هقول لحضيتك أنا مش عايزة أتكلم شويتين ثلاثة في تغيرات لكن عايزة أقول لحضيتك ليه الميزاجية زادت أنا بقول لحضيتك كلام أنا ما بقولوش في البلنامي بتاعي ليه زادت الميزاجية زادت الميزاجية لإنه هناك من كان لابد أن يجعل الإنسان ميزاجيا عشان الميزاجية دي هي اللي هتزود الاستهلاك صح مية في المية ففي ناس قعدوا يخلوا البشر أكثر ميزاجية فبقى البشر كلهم بقوا ميزاجيين زادت فيهم ميزاجيين هم احنا ميزاجيين بس زادت فيهم ميزاجية جدا 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 طب وبعد كده إيه اللي حاصل في المعلومات زادت تشكك بقى إحنا كنا منتظرين لما تبقى عندنا شبكة المعلومات وبقى عندنا معلومات كتيرة بس زي بما بيقول تي سي إليوت تضيع الحكمة تحت روكامل كلمات فزدنا تشكك ما زدناش وبقى عندنا فوضى في كل حاج وبقى عندنا سيولة في كل حاج لإنه كلام بقى كتير وكلام لما بيكتر دي ما نقول كده كلام لما بيكتر الحقيقة بتختفي طبعا زحمة زحمة جدا جدا زادت بعد كده إيه زادت المظلومية كمان زادت المظلومية عندنا الناس كلها الناس كتير أغلبهم بقى عندهم مظلومية حتى لما بيلاقوش حد يظلموه يظلموا الأيام اللي يلي أنا اللي عملت فيها الأيام اللي يلي كده بعد ما زادت المظلومية زاد الإحباط فلما زادت المظلومية بقى كل واحد فيهم بيدعي أنه أنا مش قادر أنا ما عنديش أنا مخزول وبقت كلمة المخزولية دي بقت تجارة واضحة قوي عند الناس وبعد كده زادت الحساسية عارف حضلك واضحة قوي في مشهد كده بتقول يا سابت البيت ليه قلت لا لشان استرسلت لا لما عرفش ايه فالناس بقوا حساسين من الكلام ومن الافعال من كل حاجة يعني انا اعرف اصدقاء دلوقتي بتبوز الصداقة بينهم بعد 30 سنة عشان كلمة عشان موقف يا ساتر حساسية زادت وزادت العشوائية فده خل الإنسان هش خلت الإنسان هش بدرجة كبيرة جدا جدا لان كل واحدة من دي هلاجد ان رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي كان يعلم الناس خلق يقاوم كل واحدة من دي لا يؤمنوا أحدكم حتى يحب لأخي ما يحبوا لنفسي ما فيش فردانية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بيهم خصاص كل الكلام ده يخلي الإنسان متين فيأتي رمضان ده بالسلام إن شاء الله إن شاء الله نورتني وشرفتني إلى بعد الحدود وسعيد جدا بشكل من حكم نتكلفه وبالزاعة كلامة اللي كنا بنحكيه في الفواصل فنورتنا يا دكتورك مجرة العادة ورمضان كريمة عليك مقدما بإذن الله وعلى كل حباب وعلى كل البشرية قادر يا كريم اللهم بلغنا شهر رمضان كل سنة وطيبين مرة تانية كل الشكر للدكتور عمر الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاح